راك مقفل قبضتك بشكل كامل بلس خلينا نشوف النزول الغير صحيح فما ينفع انك تنزل راح تعطيهم انك في خطأ كثير ما ينتبهوا يوم من الايام فكرت انك تسخل بطول الباورليفتنج مش عارف القوانين مش عارف كيف تبدأ معانا الخبير اليوم ان شاء الله احمد الغاندي عرفنا عن نفسك انا احمد الغاندي رئيس اللجن سودي لرياضات القوة وحكم دولي في الباورليفتنج من ال IPF ولاعب باورليفتنج من 2014 مع صالح ماشاء الله أنا مصبع اعرف خلفية بسيطة انت شاركت بطولات قبل كده صح في الكويت شاركتي وشاركت في السعودية وشاركت في الكويت كلاعب وحكمت برضو في بطولتين آسيا آسيا 22 وآسيا 23 وبطولة العالم 23 انت كنت لعب كمها لشترك حولت لباور lembut ماذا تتحول؟ بصراحة كمالة تام تقريبا بدأت من 2011 وصلت الهدف الذي أريده الشكل الذي كنت أريده من البداية وصلت له فأريد هدف جديد أريد تحدي جديد والتحدي هذا كلما أخلص من التحدي يكون لدي تحدي جديد كلما أجيب وزن أريد وزن أكثر بس كشكل وصلت للشكل الذي أنا راضي فيه فحسيت أني أحتاج شيء يحفزني أني أتمرن وأستمر أكثر هذا يجي دور الباور لفتنك أكيد طبعا طب الحين نحن نريد أن نمشي بس خطوة خطوة كلاعب أول ما يسجل ببطولة لما يدخل على قاعة البطولة إيش أول خطوة لازم يسويها؟ طبعا أول خطوة في البطولة مو يوم البطولة التسجيل التسجيل هو أول خطوة ضروري أنت لما تسجل في بطولة تحط معلوماتك صح لأن هذا الشيء رح يسهل عليك ورح يسهل علي منظمينا البطولة أن البطولة تكون سلسة من جميع ناحو لا يصير فيها أي لخططة فضروري لازم تعرف أن فئتك الوزنية التي تختارها في تسجيلك في البطولة هي هذه فعلا فئتك الوزنية التي تشارك فيها يعني لا تتوقع مثلا يا صالح أنت سجلت اليوم 93 جيت يوم البطولة وزنك 94 أو 95 وتشارك تقول خلاص ودوني 105 لأن البطولة يكون فيها ترتيب معين فيها جدول كل شيء محسوب فيه بالدقيقة فتغييرات البسيطة هذه ما يمكن أن تصير لأنها ممكن تخرب جدول البطولة فاختار الوزن الصحيح لما تسجل ولو أنت مش متأكد من وزنك النصيحة لك لو أنت هذه أول بطولة حاول لا تنشف شوف وزنك اللي أنت بشكل عام تتمرن فيه ودخل بهذا الوزن عشان تكون مرتاحة أكثر يوم البطولة بالضبط أي يعني لو ما عندك خبرة في قطع الوزن والأمور هذه لا تخاطر في تسجيلك في البطولة وإنت بعيد عن الفئة حقتك مثلا أربع كيلو أو خمسة كيلو أو أكثر ممكن لو كنت قريب كيلو كيلوين كأول بطولة لك ممكن أنك أنت تسوي هذا الشيء بس لو أنت بعيد أكثر من كذا أنصحك تختار الفئة اللي أنت ضامن أنك تقدر تشارك فيها فالحين خلاص إحنا اخترنا الفئة اللي إحنا فيها سجلنا للبطولة الحين جاء يوم البطولة يس يوم البطولة طبعا أول شيء اللي هو الميزان اللي يكون قبل البطولة ساعتين ومدة الميزان ساعة ونص فأحرص دائما أنك أنت تجي من قبل حتى ما يبدأ الميزان حتى تشوف المكان تتعرف عليه تعرف والله وين مكان الميزان وين مكان التسخين وين مكان البطولة وتكون جاهز معا كل أغراضك سواء الغراض اللي أنت راح تستخدمها في البطولة أو أغراض اللود والأكل والموين والأشاهد اللي أنت راح تستخدمها طول مدة البطولة لأنه عادي في بطولات تستمر خمسة ستة ساعات فلازم أنت تكون مجهز نفسك من جميع النواحي ونصيحة لو أنت عارف مكان البطولة حاول تجي قبلها بكم يوم وحاول أنك تجرب وزنك بنفس ميزان البطولة عشان أغلب الأوقات الناس يستويوا بميزان البيت ومتوقعين وزنهم سيكون نفسهم ميزان البطولة بيكون مرة دقيق وممكن يختلف عن ميزان البيت فهذا الشيء لازم تكون حريص منه لو مش متأكد حاول أنه ميزان البيت حاول تكون شوي أقل عساس بس ما تخاطر وقت الميزان بالضبط وطبعا أول ما تجي ويبدأ وقت الميزان راح تجي عند منظمين البطولة والحكم اللي راح يوزنك أول شيء راح يشيكه على الأدوات والمعدات اللي عندك إذا كانت هي بطولة IPF فلازم تكون كل المعدات IPF approved إيش معناته؟ معناته أن الشركات حق المعدات اللي أنت تستخدمها تكون شركات معتمدة من الاتحاد الدولي للpowerlifting وتقدر تشيك عليها عن طريق موقع الاتحاد الدولي وتشوف كل الشركات والمنتجات المعتمدة ولكن عندنا مثلين هنا في السعودية مو لازم تكون المعدات IPF approved إلى هذه اللحظة ولكن تكون بنفس المواصفات والمقاييس الموجودة في الرول بوك أو كتاب القوانين الخاصة بالpowerlifting تكون IPF standard على الأقل بالضبط وسأضع لكم رابط تحت بالمعدات اللي هي مسموحة في البطولة علشان في أشياء ممكن أن تساعدك مش مسموحة يعني مثلا شي بسيط النيسليف اللي تكون أكثر من 7 ميلي ممنوعة التيشرت اللي بيكون فيها grip من وراء ممنوعة في أشياء تانية wrist straps معينة ممنوعة باللستة كلها تكون تحت حتى التيشرت لو كان V-cut ممنوع لازم يكون round cut أو بشكل دائري فالحين إحنا لما تسوي الميزان بنفس الغرفة حق الميزان الحكام حيشوفوا الأدوات اللي أنت عندك حيتأكدوا وفي أي شي مو مسموح سيقول لك هذا ما تقدر تستخدمه أو لو عندك شي انت غلق مثلا الشراب مثلا حق الددلفت لازم يكون طول معين لو كان قصير ما هيسمحولك أنك تلعب ددلفت بهذا الشراب تأكدوا دائما يكون عندكم الأدوات الصحيحة وبعدها رح يكون لو عندنا اللي هو الميزان رح يأخذوا وزنك وبعد كذا خلاص أخذوا وزنك وبعدها يصير ممكن أنك مثلا تبغى تعدل على ارتفاع الراك حق السكوات حق البنش تبغى تعدل المحاولة الأولى في كل رفعة تقدر تسوي الأشياء هذه وخلاص أنت تكون جاهز بعد كذا أنت كذا خلاص صرت جاهز اللي تروح لغرفة التسقين وتبدأ تجهز نفسك للبطولة بكل البطولات اللي هي الـ IPF standard دائما سيكون عندك ساعتين من وقت الميزان من وقت بداية الميزان إلى وقت بداية الرفعات سيجعل هذا في بالك ولازم أنت دائما تحسب متى تبدأ تسخينك عشان تعرف متى هتبدأ رفعتك فالحين هنروح نشوف الرفعات إيش الأوامر اللي نحتاجها بالرفعات وإيش الأغلاط اللي لازم نتجنبها وقت البطولة بعد ما خلصت الميزان وجيت وبدأت تسخينك للبطولة أو حتى قبل ما تبدأ تسخينك عادة في كل بطولة حيكون في شاشة فيها اللعيب اللي رح يشاركه أو الفئة اللي رح تلعب وفيها ترتيب اللاعبين فضروري أنك أنت تعرف ترتيبك هل أنت بتلعب أول لاعب والآخر لاعب هذا الشي رح يساعدك أنك أنت تعرف متى تكون جاهز وتعرف متى ترتيبك حتى مو بس تشوف أنت متى دورك شوف مين اللعيب اللي قبلك يعني حاول تحفظ اسماهم عشان لو نادوا عليهم سير أنت تجهز نفسك للرفع وتكون قريب لأنه من أول ما يقوله بار is loaded معناته خلاص البار جاهز وصار عندك دقيقة وحدة لازم خلال هذه الدقيقة تدخل للرفع حقتك ولو أنت تأخرت عن الدقيقة هذه وحتى لو أنك وصلت في نهاية الدقيقة ورفعت الوزن والحكم ما أعطى الأمر حق الرفع فرفعتك رح تكون غير صحيحة فضروري تنتبه للنقطة هذه طيب بعد ما يقول الحكم بار is loaded ويجي دورك هنا رح تدخل للرفع رح تمسك البار لازم يكون البار ثابت وبقبضة كاملة طيب بعد ما ترجع وتكون واقف الحكام رح يطالع فيك ويشوف أنك أنت جاهز يعني لو كانت أثني ركبتك شوية لو كنت واقف زي كذا الحكم ما رح يعطيك أمر البداية اللي هو start ما رح يعطيك هي ضروري أنك أنت تكون واقف بشكل كامل وجاهز للرفع خليك واقف وجاهز بشكل كامل الحكام رح يشوفه أنت جاهز جسمك ثابت ما في حركة بعد كذا الحكم رح يقولك squat طيب النزول ضروري يكون نزول كامل زي ما شفنا قبل شوية إيش هو النزول الكامل لأنه في ناس كثير ما تعرف شو النزول الكامل النزول الكامل أنه تصير أعلى عظمة الورك تحت أعلى مستوى للركبة ماهو تسعين درجة ضروري تعرف هذا النقطة أنه لمن يصير أعلى عظمة الورك تحت أعلى مستوى للركبة هذا يعتبر نزول كامل وخلاص بعد ما توقف رح يقول وتكون ثابت وواقف بشكل كامل هيقول لك الحكم راك وبعدها رح تشوف الثلاثة إضاءات وإن شاء الله كلكم تاخذوا ثري وايت لايت طيب كلنا شوفنا قبل شوية النزول الصحيح خلينا نشوف النزول الغير صحيح هذا النزول غير كافي ما رح تاخذ عليه وايت لايت أبدا طيب لنفترض أنك حطت وزن ثقيل وكانت الرفعة صعبة ونزلت أوكي سكوات وانت طالع نزلت شوية ثانية وكملت لا ضروري أنك أنت لما تطلع ما تنزل أبدا عادي أنك أنت تواجه صعوبة توقف الوزن ثقيل بس تكمل للنهاية بس لو صار أي نزول سواء النزول كامل نزلت من جهة الرفعة غير صحيحة وهذا الشي ينطبق على كل الرفعات طيب زي ما سمعتم أني أعطيت أمرين الأمر الأول اللي هو سكوات والأمر الثاني اللي هو راك فما ينفع أنك تنزل قبل ما تسمع الأمر وما ينفع أنك ترجع الوزن دون ما تسمع الأمر لأنه كذا الرفعة بتكون غير صحيحة تقول طب أنا شلت الوزن لا لازم تمشي على الأوامر طبعا طبعا ضروري زي ما قلنا وقت الميزان راح تعطيهم ارتفاع الراك سواء للسكوات أو البنش فتأكد دائما أنه ارتفاع الراك يكون مناسب لطولك يعني لو أنت تلعب سكوات شوف يعني لما تلعب سكوات شوف الوضعية اللي أنت تحس أنك مرتاح لها تقدر ترفع البار ما يكون عالي عليك لدرجة أنك أنت ترفع الوزن بطاتك أو أنه يكون مرة نازل وتبدأ مرة من تحت وهذا الشي يأخذ من قوتك ويصعب عليك الرفعة شوف طول يكون مريح لك والشي نفسه ينطبق في البنش طبعا أول ما تخلص المحاولة زي ما شوفنا قبل شوية مثلا في السكوات خلصت المحاولة عندك دقيقة وحدة تروح فيها لمنظم البطولة وتعطيه كم الرفعة اللي بعدها وكم المحاولة اللي بعدها فأنت عندك بين كل محاولة محاولة دقيقة وحدة تختار فيها وزن المحاولة اللي بعدها ولو أنت ما أعطيتهم الوزن رح يزيدوا على نفس الوزن 2.5 كيلو سواء كانت رفعة صحيحة أو رفعة خاطئة إذا ما أعطيتهم الوزن هيزيدوا 2.5 كيلو فلا تنسى أول ما تخلص تعطيهم الوزن الآن نجي للبنش بلس أكثر رفعة معقدة من ناحية التحكيم لأنه فيها نقاط مرة كثيرة يركزوا عليها الحكام فضروري أنك تنتبه لها كلها لأنه ممكن خطأ واحد يخلي رفعتك غير صحيحة طبعا إيش الأشياء اللي يطالعوا فيها الحكام مو أثناء الرفعة قبل حتى ما تبدأ الرفعة أول شي عشان يعطوك طبعا اللي هو الستارت كوماند أو أمر البداية رح يطالوا في عدة أشياء أول شي مسكتك للبار مسكتك ما تكون أوسع من خاتم البار وضروري أنك تقفل كل أصابعك يعني لو تبغى تمسك زي كذا ما ينفع ضروري تمسك البار ما يكون بعد خاتم البار وبنفس الوقت تكون مقفل قبضتك بشكل كامل النقطة الثانية اللي يطالعوا فيها هو الرأس ضروري يكون رأسك على البنش طول الرفعة ما يرتفع أبدا لو ارتفع واحد ملي الرفعة ما تحسب تمام؟ النقطة الثالثة اللي يطالعوا فيها هو أنه ظهرك أو ختفك أو جزء من ظهرك يكون ثابت على البنش ظهرك ما ينفع يكون مرتفع بشكل كامل ضروري في شي ملامس للبنش من ظهرك عادي يكون فيه تقوس هنا بس أقلها الظهر ثابت على البنش النقطة الثانية واللي هو ثبات الكلوتس على البنش ضروري تكون ملامسة للبنش وما ينفع ترتفع أبدا والنفس اللي ينطبق على الظهر على القلوتس لازم يكون فيه جزء ثابت ما يرتفع إذا ارتفع الرفعة غير صحيحة نجي للنقطة الأخيرة واللي هو الله يكرمكم القدم ضروري القدم تكون ثابتة على الأرض بشكل كامل وما تكون ملامسة للبنش يعني مثلا ما ينفع ما ينفع تلصقها في البنش ضروري يكون فيه مسافة بين قدمك وبين البنش وتكون ثابتة على الأرض طبعا أثناء ما أنت تتجهز لرفع الوزن عادة أنك أنت تكون قدمك مرتفعة بس خلاص أول ما تكون جاهز عشان تبغاهم يعطوك الستارت كوماند أو أمر البداية لازم يكون قدمك ثابت كل شي ثابت لأنه لو كل هذه الأشياء ما حصلت ما رح تأخذ أمر البداية يعني الحكم رح يخليك فترة لين تصير جاهز أو رح يقول لك راك وتصير رفعتك غير صحيحة طيب أتكلمنا على النقاط اللي قلناها بالنسبة للرأس والضار والقلوت والقدم الآن عشان تأخذ أمر البداية نضيف عليها نقطة واللي هو الكوع ضروري يكون كوعك مستقيم ما ينفع مثلا ريح كوعك شوية زي كذا ما رح يعطيك الستارت كوماند ضروري تكون جاهز بشكل كامل الحكام كل واحد فيهم رح يطالع يشيكوا على كل شي بعد كذا رح يقول لك الحكم ستارت برس راك طيب متى الحكم يقول لك برس هل هو بعد ثانية بعد ثانيتين بعد ثلاثة ما في وقت محدد اللي يحدد انك انت لما تنزل يصير البار ثابت على جسمك يعني لو انت نزلت وصار البار على جسمك بس البار يتحرك مثلا ما رح يقول لك ستارت ضروري يثبت اذا ثبت رح يقول لك ستارت فعشان لا تطول على نفسك مثلا تقول والله الحكم ما اعطاني برس بسرعة لانك ما كنت ثابت فضروري لما تنزل يصير البار ثابت بعد كذا رح يقول لك برس لما تطلع نفس ما قلنا الكوع اذا كان كوعك مايل ما سيقول لك راك ضروري تقفل كوعك بعد كذا سيقول لك راك من القوانين الجديدة في البنش برس هو اللي بدت تطبق من السنة الماضية انه صار فيه البو دبث او صار فيه دبث معين للبنش برس زي السكوات طيب خلونا نشوف الدبث هذا الدبث يقول لك انه يسير الكوع تحت اعلى مستول الكتف فهنا الكتف هنا الكوع الرفعة صح فلو انت خلاص برس يأتيك العافية فلو انت تسوي تقوس او قارش مرة عالي تمام وكان نزولك زي كذا هنا الكوع صار مرتفع عن اعلى مستول الكتف فالرفعة غير صحيحة اثناء الستب ممنوع انك تسوي هذا الحركة لازم يكون قدمك على الارض عشان تسوي الستب الحركة هذي ممنوعة نجي نشوف الاخطاء الشائعة في البنش برس واللي تكلمنا عنها في البداية الان حنشوف الخطأ الاول واللي هو ارتفاع القلوت ركزوا معنا ستارت برس راك ارتفاعها لو كان لمدة اقل من ثانية رح تكون رفعة غير صحيحة الان حنتكلم عن الخطأ الثاني والثالث واللي هو ارتفاع القدم او ارتفاع الراس ستارت برس راك هاي هذا الرفعة غير صحيحة والخطأ طبعا كيد الرابع زي ما قلنا انك انت تبدأ قبل ما يقول لك الحكم ستارت او انك ترفع الوزن قبل ما يقول لك برس او انك ترجع البار قبل ما يقول لك راك ضروري تسمع الامر وتنفذ على طول بالنسبة للدادلفت هي اسهر رافعة من ناحية اوامر لانه فيها امر واحد بس واللي هو داون رح يعطيك الحكم الامر هذا بعد ما تكون واقف بشكل مستقيم ركبتك نقفلها بشكل كامل يكون حوضك رجع لمكان الطبيعي وكتفك يكون راجع انك تكون واقف بشكل طبيعي بكل بساطة انك واقف بشكل كامل هل يحتاج انك والله ترجع ظهرك بزيادة وتسوي الاشياء هذه ما انصحك ليش لانه في ناس كثير يشيل وزن سهل ويوقف بس لمن يسوي الحركة هذه غالبا يصير معاها دانورد موشن بدون لا يحس وهنا تصير الرفعة خطأ وهو اساس ان كان وزن سهل بعادي اوقف بشكل كامل ما يحتاج انك تسوي باك اكستنشن بشكل اكبر من كذا طبعا ضروري لما تنزل تكون ماسك البار لين البليت يلمس الارض اذا فلت الوزن من فوق او حتى لو بس قربت من الارض وفلت البار الرفعة بتكون غير صحيحة جرب قبل ما تنزل بشوية افلة البار اوكي؟ طائم دام ممنوع الان بنشوف الاخطاء الشايعة عندنا خطأين واللي دائما تصير واللي هي الهيتشنج او انك انت تصير تثبت او تسند البار على فخذك عشان تساعد نفسك بالرفعة والخطأ الثاني اللي هي او انه ما تكون ركبتك مستقيمة بشكل كامل خلونا نأخذ مثال دام كذا غلط الان بنشوف خطأين والاول اللي هو دانورد موشن او انك اثناء طلوعك ينزل البارسون من جهة او من جهتين كاملة والخطأ اللي بعده اللي هو زي ما قلنا انك ما تقفل الهب او الحوض وما تقفل برضو الكتف مع الظهر كذا غلط لانه زي ما تشوفوا ما هو واقف بشكل كامل دام فكذا الرفعة غير صحيحة كذا الرفعة مرفوضة في خطأ اه كثير ما ينتبهوا فيه خصوصا اللي يكونوا جديدين على رياضة البوروليفتينج وهو ارتفاع الله يكرمكم اصابع القدم او القدم اثناء الددلفت لانه كثير لما يوقف يصير عنده هذا الحركة لا شعوريا فهذا الحركة رح تخلي رفعتك غير صحيحة طبعا هو سوى خطأ ان الخطأ له انه اتبعت القدم او الاصابع والخطأ الثاني انه اختلت توازنه او اتحركت القدم وهذا الشي ينطبق على كل الرفعات طيب هذه الريست رابز بنشوف الان الاشياء اللي غير مسموح انك تتويها بالريست رابز كذا ممنوع لازم تفكوا برا ما ينفع تحطها الاصابعك كذا تمام ولكن الان اثناء اللقفة بهذا الشكل اذا كانت تلامس البر ما ينفع ضروري انه الريست رابز ما يلمس البر اثناء الرقع طبعا كل هذه القوانين والاوامر طبيعي يوم البطولة انك انت تنسى جزء منها او انك انت تغلط في محاولة او محاولتين هذا الشيء طبيعي اذا انك اول مرة تشارك في بطولة فعشان كذا اذا انت حتى لو تحس نفسك مو جاهز للبطولات جرب وشارك عشان تتعلم من الاخطاء هذه انا اتذكر اول بطولة شاركت فيها اتعلمت من اخطائي اكثر من البطولة نفسها خلينا نقول او الفائدة اللي طلعت فيها من البطولة اني انا تعلمت من اخطائي وعرفت ايش الاغلاط اللي كنت اسويها سواء في الاوامر او في الدبث حق السكوات فضروري انك تشارك في بطولة عشان تعيش التجربة هذه وتتعلم منها عشان لما يصير مستواك مثلا ممتاز وتقدر تنافس ما تروح عليك رفعات بسبب اخطاء انت ما تمرست عليها طيب كده تعلمنا كيف قوني البطولات حاوب اشكر علي معانا الموديل حق اليوم تعلمنا والله قول ان انت شارك بطولة قبل كده قد شاركت في الكويت السنة الماضي والحن المملك اللي قبل كميع ما شاء الله ان شاء الله نشوفه بالعالمية انتك العافية شكرا وشكرا احمد عشان اعطيتنا كده نبذعا يوم كامل من البطولة كيف بيكون ان شاء الله تكونوا استفدتوا وبشوفكم بالفيديو اللي بعده ان شاء الله ما شاء الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة